اشتركوا في القناة كرة هدف الآن على هذا الهدف اشتعلت الأجواء مع هدف الافتتاح نشوف الهدف من جديد كرة تلعب في المكان المناسب أمام المرمى والتسديدة لا تخطئ الطريق أخيرا تشهد المباراة هدف كان علينا بأن ننتظر حتى الشرط الثاني حتى نشاهد أول هدف هذا اللقاء نيمار روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي أمام المرمى المتافع يقطع الطريق شوف اللقاء شوف استخلاص الكرة كرة تعود إلى ريال مدريد تقدم ممتاز باتجاه المرمى تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء شاكيري أنتونيو روديغر الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات المتبقي فقط 30 دقيقة جواو كانسييلو هل تستغل الفرصة؟ وكرة في المرمى وريال مدريد ينجح في زيادة الفارق إلى هدفين شوف الإعادة هنا استمتع بهذا الإنهاء رغم الضغط الكبير القوة هنا والتحمل اللي يصنع الفارق في هذه اللحظات إذن عودة للمبارات مشاهدين الكرام والتي جلال هدفين مقابل شي سيلفان فيدمير سكار وصلت إلى أكانجي توني كروس روبين فارغاس أوكافور يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية تحداث اللقاء جرانيك تشاكا يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز هجمة مع ريال مدريد ليفان دوغسكي أمام المرمى الكرة في الشباك راحت ودخلت واتسع الفارق أكثر وأكثر وأصبحت ثلاثة أهداف نشوف إعادة الهدف مرة أخرى شوف الانطلاقة شوف الكرة والمجهود الفردي الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة روبين فارغاس ندوي تدخل قوي في اللقطاب المباراة تلعب في الدقائق الأخيرة وريال مدريد يستمتع بالأجواء هنا مع تقدم المريح في النتيجة أداء اليوم تعجز الكلمات عن وصفة أداء جميل ومثير وممتع إبداع هجومي لم يتوقف وحتى من الممكن أن يستمر في الدقائق المتبقية نحن هنا نريد المزيد صلاح يفقد الاستحوان شاكيري وصلت إلى شاكيري هذه كرة هدف حارس المرمى كام بكل شيء في اللقطة الماضية من مسافة كانت قريبة حافظ على تركيزها هذه هي صافرة نهاية المباراة وفشل الفريق الضيب في تحقيق أي نتيجة إيجابية خسر